مرحبا اصدقائي كيفكم معكم نعمل قناة نيمو الفيديو تابعنا اليوم بيحكي عن اصلاح الاف بي اس بلعبة فورتنايت اللي صار بعد التحديث اللي ينزل من 3 اربعة تيام اللي هو ما نزل فيه اي شيء على اساس نزل تصليح اف بي اس بس هو بالعكس خرب الاف بي اس وصار مشاكل كتير فيلا شوف شلون الطريقة واذا انت مو مشترك بالقناة شترك بالقناة وفعل زر الجرس وحط لايك على الفيديو ومشاهدة ممتعة هاي القصة صارت منزل وتحديث من كم يوم اللي هو ادعاش فاصل خمسين فاصل واحد تقريبا اللي هو بعد ادعاش فاصل خمسين صار مشكلة بالاف بي اس يعني انا كرت الشاشة عند الارتي اكس 2060 سوبر صار يعطيني اف بي اس تحت المية وثلاثين او تسعين او تحت المية فهذا الشي غريب متل مو شايفين هذا الفيديو انا هلا امصوروا يعني امصوروا قد كان الاف بي اس عندي بايز قبل ما اعرف الطريقة يعني شوفوا الاف بي اس مع بعض الاف بي اس متل مو شايفين وفوق يعني عم يعطيني 92 اقل شي 92 الى 130 فهذا الشي كتير غريب بالنسبة الي لكرت الشاشة عندي فما ما في بالعادة هيك يعطيني بالعادة بيعطيني 150 و 200 كمان يعني متل مو شايفين ليكوا 108 الى 140 هذا بالنسبة الي انا عندي كتير قليل وكتير الاف بي اس عندي بايز فمشان هيك الطريقة هلا كالقاتي شوفوا شتون خطوة واحدة بوحدة شتون بتصير اول شي هون سطح المكتب انا مسكر اللعبة تمام بتحط هون على هذا السيرش او البحث وتحط كلمة run بتدوس عليها وتحط وتحط هذا الكود اللي انا احط لكم ها تحت وبتدوس على كلمة اوكي بتطلع لك هين ملفات كلها كله عليك انك انت تدور على كلمة فورتنايت جيم وتحط له اعادة تسمية وتحط رقم واحد بجنبه وتحط انت هيك رجعوا كل اعداداتك للزيرو وكل ملفات الاعدادات تبع الاف بي اس عندك رجعت للزيرو تبع اعدادات الريزولوشن نفتح اللعبة مع بعض بعد ما عملنا كل هاد الشي متل مشترافين هلا فتحت عنا اللعبة كتابوا لي فوق اعطوني هاي رسالة انه انت هل بدك ترجع اعدادات الستينك تبع الرافيك او تبعات الريزولوشن متل ما بدا اللعبة يعني حسب مواصفات جهازك انت بتدوس كلمة decline او كلمة رفض بالعربي بتدوس عليها تفتح معك اللعبة على هي اعدادات النظامية او اعدادات الزيرو تبع اللعبة تمام بتفوت على الستينك هون على اعدادات وتحط فول سكرين وتحط 1920 على 1080 حسب انت عندك شلون وتحط انت الاف بي اس عندك هون على المتد يعني غير محدود تنزل لتحت وتحط سريدي لزولوشن 100% وبتحط هاي اهم شي لازم تحطها ابك انت حسب شلون تلعب وشلون مواصفات جهازك مرد من ايدلز تحط كل شي لو تطفي هدول كل لياتهم وتحط الشو اف بي اس تمام بعدين بتدوس apply بعدين بتدوس هون yes هون هلا انت عملت الاعدادات متل ما انا قلتلك منفوت نجرب game نفس الماب اللي كنت عم بلعبه بالفيديو اللي عرضت لكم اياه اول الفيديو هاي هلا هون انا دخلت على الماب نفسه اللي انا عم بلعب فيه ورجعتكم اياه باول فيديو مشان نحصر الاف بي اس ونعرف قديش الاف بي اس اختلف متل مشاهفين الاف بي اس اذا انتوا لاحظتوا عندي اختلف صار من 155 الى 180 يعني عندي اختلف تقريبا 30 اف بي اس او 40 اف بي اس فاني اختلف اختلاف جزري ونحلت معي الطريقة انا واحد من الناس اللي عملت هاي الطريقة ونحلت معي يعني صار يوصل للميتين مبارح متل ما شفتوا الفيديو اللي اول ما كان عم يوصل للمية وثلاثين او مية واربعين حتى كمان يعني هادا الدروب اف بي اس عادي بصير اول ما مشان تكون عم تحمل كن مشاهفين الاف بي اس صارع عم يعطيني ميتين ميتين وثمانية وميتين وعشرين فاختلفت معي كتير وقصة واذا عندك ضبط الطريقة واشتغلت مية بالمية وعجبك الفيديو ياريت ما تنسى من الاشتراك والعجاب بالفيديو تفعيل زر الجرس سيوصل لك كل جديد عندي وشكرا على المشاهدة اذا كملت الفيديو الاخر وبرعاية الله اشتركوا في القناة